عسلة ماش نحوالكم إن شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إجماعي اليوم روتين كما تحبوه اليوم النهار بش نعمل فيه برشا حاجات ومال حاجات اللي عندي قداش نخمام أني بش نعملهم ومشيت كما شفتوا البارح وقت اللي نعمل في البريك قد لكم راني خرجت حبيت ناهو شوية منظمية لك المارو اللي عندي في بيت نومي ونبدله شوية من الديكور اللي فيه وكل شيء ما اللي عرست قاعدة كيف مهكاك معنا ما بدلت فيه حتى شيء تشوفوا معايا شنية الحاجات اللي بش نعملها من اليوم عنا نهار طويل وكبير ونهار الحقيقة يتعب شوية أول حاجة بش نحضروا قيوة الصباح نفطر في عقلي ومن بعد نقوم للدار ولله فطور ولكل شيء اليوم من تقص بارد على الأخر ما يشجعش على الحركة صحيح أما أنا حركت فيها عرفت وكل عشيح نظمت تبش وحاجات كما هيكاك أما تخر الدار مازال بكري عليه كما تعرفوا تقصي صرا بارد ومطر وريح وكل قلت خليني نكمل مدامي الدار مسكرة حتى التاطيب والله حالة دوبة شوية البورت في نيدر وكهو قلت نكمل حاجات الشايحين عندي في الدار كما أدبش والنظم أي تركينة في داري ومن بعد كي ترجع الدنيا هيكا ديفية شوية وترجع شميسة وكل شي نرجع وقتها نخرج الفروشة ونخرج الزرابي وكل شيء كما قاعدين شوفوا قاعدين حظر في الفطور بش نعمل مقارونا بالسوس بالحوت مقارونا بالسوس بالحوت بنعرش برشة فما ما يعرفوا هيش ويمكن خاطر قداش مرة نطيبة في القناة وبرشة يقولولي لنا أول مرة نشوفوا مقارونا بالسوس اللي هني هيكا نطيبوه ياسر ويمكن حتى نطيبوه أكثر حتى من الجيج معناها في الجيج والحم في المقارونا بالسوس تعجبنا على الأخر بالحوت كما شوفتوا نطيب سوس عادية معناها بالثوم وطماطم أنا عملتها بطماطم الكعب وزدت شوية طماطم معجونة وحطيت حطيت الثوم كما كما المقارونا العادية ما بليش بصل الحوت بصيفة عامة ما نحبلوش اللبصل معناها في يحب الثوم أكثر كهو قليت الطماطم الكعب وطماطم معجونة كما المقارونا العادية من بعد حطيت فيها شوية مي سخون دوبة ما تغلي ونرمي الحوت وكهو حطيت غليت الحوت فطوري اليوم في درجين كيكا حضر معناه مشدش ايد جملة نجمو الحوت ترميه واشتره والاشتر الاخر تشويوه ولا ترميه لكل أنا رميته لكل بنق سماعون للكوجينة خاطر كيما قلت لكم عندي نهار كبير في بيت نومي كيما قاعدين تشوفوا لحني خديت منظمات هذوما قامس خديتهم خديتها كالجري وكالزوزة صغار خديتهم من عزيزة لجري هكاي صندوق لجري فما منه في الروس بي بي ما لقيتوش اذيكا اخر كعبة لقيتها بخمسة لاف وخديتها اللي بجنبها هذيكا صندوق لبيتزيدا بخمسة لاف فوق الاسنادق الصغيرين هذوكم وخديتهم اه بلفين وتسعمائة هاللي نسيت بضبط حاصلوا هما غالين من برشا واني حبيت ناخو برشا من اخو ستة سبعة سنادق من بعد كيف لقيت لسفوها مغالية وخديتك الدونتيل الدونتيل هذكا الميترو متاعو بربع لاف تخيلوا انتم منعش يعني والله يمشي في بالي ملول على اساس هذين فلوس دونتيل بخمسمائة فرنك اللي مترو تصوروا انا مخيوين من بعد تضمت كي لقيت بثلاث هلاف ونص أربع لاف حاجة كيك حاصلوا وطلعوا لي بستة عشر دينار اللي خديتهم الدونتيل في بالي بش ناخو ستيكر زادة ما كفا ونيش لفلوس عرفتوا خرجنا على سقينا كيما قدتلكم آمس ومش شكل عرفتوا كل ما هزينيش فلوس بزايد شريت الحاجة شريت شوية هذاك الدونتيل وخديت المنظمات شوية وقلت نعمل فكرة في عضو المنظمات اللي بش ناخذهم بخمسة الاف وبستة الاف نعملهم أني في الدار وحدي كيما قاعدين نشوفوا خديت لهني هيك كرادن كاردونا عادية معناهم تاعة والله مشيت لواش تعليم في الأحوانة مشيت للمزرعة ومشيت أحوانة فم أحوانة عادية حانوت بركع تاني ولا حانوانة الاخرين ما أقولش عليهم مدرش وش عطيوني والله يمكن نبيعو فيهم بالفلوس ولا كيف شوفوا غضايا الصغرور محلا هذاك متع العاصي ذيتو كيف هلبست وروبة ولا مزين اي كان عندكم تريكو هكا يتجبد هذاك أحسن معنا هي يجي قد قد أماني ملقيتش عندي تريكو كما للاستيك هكو ما حاصلوا خديت هذومة كما الجب متعصيف وقلبتها وحطيتها في الكردونة كما قادي نشوفوا محليهم وفكرة ورخيصين ما يتكلفوا الجملة الكردونة تنجموا تمشيوا للي بيعوا في المعون وكل شي تلقاهم عندهم وتعملوهم باللقميش اللي تحبوا علي ولا تنجموا حتى تغلفوهم بستيكر أما هيكا سهلين عرفتوا ليشدوا إيد لا حتى شي ماذا بيكم زيتا في فرد كولور تعملوهم غيريني ما عنديش كما قدوا لكم ملقيتش عندي تباش باش نعملو إني قليل قليل وين نصور معاكم في بيت نومي وفي مرويا قليل لقيقة ما نحبش برش أما حبيت نشارك في الديكور ونبدلو في النفسية والله ما تطوروش بعد ما كملت قدش نفسيتي تبدلت وتجدت وحسيت روحي مرتاح أشوفه نحيت هذوم الموف يأسر لونهم ماصد وما همش عجبيني جملة هذوكم من عرسي معناها معمولين حبيت أن نشري قبل شيء أخرين في البلون ونخيطهم وكل لكن مش بشي كافيني الوقت تحب لهم بشي تخيطه ما عندي بحذية خياطة ولا حاجة ديما نتعوق في حكاية الخياطة خديت عندي لهذا قميش متعريده متعبيته صغار في ظلي قلت خلي نقصه ونفر شو هو في لوحات هكوما كنت بش ناخو ستيكر اللي واخدته في الكوجينة لقيت المترو متاعه بـ 3000.5 أول ما في بالي كنت ناخو فيهم بـ 2800 ونص اللوحة هذي طول متاعها 125 معناها تحب لي على أقل على أقل 3 متر بش نعمل اللوحة بركة يعني 3 متر واني عندي 6 عندي 7 لوحات في المارو بشي تكلفوا لي معناها 7 في 21 متر أضيك عليش قلت لوحة لي ببالك يجي نهار وندهنهم وقل نخيط وحايد أخرين معناها كما الموف هكوما هما في البلان يبدو مزيانين قلت مثال شنشد إيدي بهذا ما بعد نعمل حاجة بهي دونت دونت هذا كما قلت لكم اخذت المتر و اخذت الانواع واني اخترت هذا ازين عجبني اما اما طلعت صغيرة الكمية اللي خذتها صغيرة خذت 600 روضها اللي طلعت صغيرة على الأخر نقصت كما قاعدين شوفوا ما عملتش على طول اللوحة عملت كشوية وبرر فما فضاء خليته منه ومنه تحايل تعليه بشي نجم يكفيني لوحات الكل وهي هي فما لوحة قاعدة تبليش المهمة المنظر متاحة تبدل حتى من البعيدة تبدل وكل لوحة كاي ميتشيفش ان شاء الله كما قدلكم عن بريود اخرى نحيهم دونتيل هاكر نحيه ونعملوا في غلفات اخرين معناها والدي جايبي قلقال بش نجم نضرب البينيز و بش تلصغلي خطر اللوحة قوية ما نجم ش ندخل فيه البينيز اكاها وكملت فرجت النب ولا الهاكية اللي متعلق ماش وحطيت كاي الدونتيل والله تبدلت على الاخر شوفوا كيفاش كانت كانت كاي الموف ديما هابط ويتفرط ووحدة طالعة ووحدة هابط عرفته ما هي شكل منظمة توليت الكل خطر ساعات تلقى طرف منو هابط برشة طرف طالعة ولكف نيم داخل ابعض ها الدنيا لاني ما ديتت بش متع راجلي اول واحد بش نبدأ بي اني هذاك الصندوق حطيت فيه الملابس الداخلية كما ترك واتخلع كل شي والاخر الكاردون اللي عمنا بش نحط فيهم الكلاست اني كنت كل شي حاطته في صندوق متاع سبابط اما تهلك معناها هامنا ها كوما احسن كما قطلكم الصندوق هكا يخذته من عند عزيزة اخر كعبة لقيتها لاخترت اللي حتى شيرقيتها كعبة وعجبتني خطر بغتها بخمسة لفضة لسوم اكهو بش نطوي التبش كما تعرف التبش مع عمر وما عرفت وكل تنظم وتو ولازم ايديك فيه فماش ما يبغى خاصة للرجال مش كيف نحنا نسيها وكيف نمد حاجة نرجعها لبلصتها كونش كتلقانا عارفين رواحنا لنظموه الكل وقت اللي نبدأ عارفة روحي في البروغرام اني لنظم المارو تنظيم بها تلقاني نحط في التبش كيكو برا ما عادش نعسى عليه منظم ولا مش منظم حطيت لو تريكوات وحدهم ولا سراول وحدهم خطر كل واحد عنده زوز زاتيقان في المارو ديما نحط التبش اللي نلبسوه من القدام وتبش اللي نحسوه ما يتلبسش برشة التالي وماذا بكم الحاجة اللي تلقواها ما تلبسوهاش في كل عرفتوا في كل محظر تحظر تلقى سروال ويتريكو يتطويه مع التبش اللي بش نطويوه ويرجع ويتخسله مع اللي يتخسله هو ما يتلبس الجملة دي مقاعد يتطويه يتفرط هذكا ماذا بيكم تخرجوه يستنفع بيهم حد آخر أحسن من أنهم قاعدين في الجلس ما غير ما يتلبسوه ديما هني نحاول نخرج التبش اللي نحسو ما يتلبسش وكل مرة وكل مرة نطويه ويقعد في بلاست وما يتلبسش هذكا نخرجو على بر اللي هني تقل فقاني حاط فيه البشاكر أنا عندي بشاكر مخصولين معناه عندي شوية شوية بشاكر ما همش الكل المحدود اللي هني قالي نستعمل فيهم ديما كل خصلتهم كل ثلاثة أيام كيك نخصل البشاكر اللي نستعملوه في الدار الكل آخر طاق حاطت فيه الموف هكا ديما ديزيتو على الأخر ما خليتوش معناه طالع كيما شفتو كل الطراف متاعو وحاطت زادة دونطيل من الفوق وبش ننظم بطبيعة البشاكر اللي فما نحط البشاكر صغيرين وحدهم والكبار وحدهم ترجمة نانسي قنقر والله العظيم حسيت روحي تفرهدت على الأخر كيما عادش نشوف ذاك اللقميش الموف كيما عادش نشوفو منيش عارف عليش حسيت المارو محليه وفرغ ولا منظم قبل لقد منظم ونحس مشو منظم مك الموف هكو ما توا محلي نحس فارغ غير الدونطيل كيما قدلكم الله غالب شاني شوية وصغير كي نجي على طول اللوحة رهي جيت تهب المنظر جي مزي اللي من اللوطة حاطة فيها نابيت وحاطة فيها اللقشور اللي مخادت والملاحف وكل شي حاطته اللي هني هيك في التاق الاخراني وهو كاي لحقيقة ديما منظم خاطر وهذاك زادة على يديا كتبدأ حاجة على يديا تقعد ديما منظمة هذاك منظم جوز وعندي نحط الكل على برا باش نركب زادة العدد ونفرش النابول اللي هو معنا يلقي ماشيت ها كما اني بنسبة للبشي حاطة تقل العالي هكاية حاطة فيه السيكان اللي من استعملهم مش ديما مش ديما نستعملهم الحقيقة السيكان اللي نلبسهم ديما ونحب سيكان صغار معنا نهزهم في نستعمل ديما صغار معاش نستعمل الكبار حاطتهم في الكوافيز وهذا يحط فيك السيكان اللي بنستعمل همش ديما وك السيكان السواري كل شي نظمت السيكان وحطيت هم كيف شفتوا في نفس البلاصة ما بدلت همش وكيف العدسة اللي تحسوها ما تتلبسش وديما قاعدة هكيك كما تحفى زادة ناحية وعلى برا يستنفع بها حد اخر احسن اني تقريبا الكل نستعملهم وكل نلبس فيهم اما لاكثر لاكثر حاطتهم اللقطة مثل هذه زادة الكحلة ديما نلبس فيها نحب هم السيكان الصغيرين احسن برشة من الكبار شفت السيكان ما داخل نلقاش فلوس حصيل ولقيت برشة فلوس في الجياب متاح بوشة متاعنا والسيكان وكل جملت حويجة عرفت بالساعة تلقى دينار الفين في كل ساك ومرمية ما تفي واحد ينساها حصيل ولقيت كنيت عندي لاني هيك زادك التاقة الاخراني حاطة فيه الفليزات وماذا بيه الحقيقة ما عادش نشوف عندي محرمة كبيرة وليت عملتها كما شفته بالبينيز وركبتها وكيك نحس البلاصة منظمة قبل كيف نحل نلقى الفليز ونلقى حاطة الصبابة اللي جدد اللي تلبسوش ما عاش نحس هدرا كيف وليت منظمة نحيت التبش المتاع شتيل كيف الصوف وكوش اللي ما يتلبس نحيت وعلى جنب بيش نخبيه وخليت كان التبش المتاع ربيه بيش نحط بنسبة اللبش ايتاج بيش نحط في التبش متاع الدار البرق وبطبيعة عندي وين المعلاقة ذاك الاكثر اللي حاط في التبش متاع الخروج بيش نوريكم بنسبة سورفيت المونيت كيف اشتط ويهم والبيجاموات للناس المبتدئين بطبيعة ديما ماذا بيكم الحاجة كي تبدأ عندها كي تبدأ انسومبل عندها سروال وتريك وتحط بعضها بيش ما تبدأ ضايعها على اختها ديما تلقا كتلوج على السروال هيكي وسروال هيكي ديما تحطوهم مع بعضهم احسن كل بيجاموات كل بيجاموات بيجاموات كما شفت وحطيت بيجاموات الموف وهذه الروز سروال منشور من بعد ندخل ونحط فيها السنية كانت بيجاموات الحقيقة لا أخطيت شكل بيجاموات المتاع الشتوية الأكثر خطيت السورفيت مونيت بيجاموات لا يوجد برشا السورفيت مونيت كما شفت وحطيت السروال اللي تابح في وسطها بيجاموات اللوجة عليك نجي نلبسو وهكي تحس التبش ماهوش برشا عرفتو كل حاجة شدر بلاصتها شكرا سوف بيش ناخد تول الصندوق هذا كي نضع فيه السراول كي يبدوا هكا منظمين وكل شيء والله العظيم محلية كان هكا ثلاثة ولا أربعة سنادة كيفما هكا تحسوا الدنيا تتنظم ولا كيفاش حطيت فيهم سراولي الكل اجين وسراول نوار عاصلوا قلي نلبس فيهم وقلي نستعمل فيهم ديما نحب نحط الحاجات قلي نستعملها ونعرف روحي ديما نلبسهم البوكس الآخر حطيت فيه هكا كومال يبدوا على الكوتون كالصونيت حطيتهم هكا والآخر حطيت فيه سراول ونظمتهم هكا بطريقة هكا قونا أسل شرايكم بربي شرايكم في الفكرة الفكرة بالله شرايكم فيها فعظم أني نقعد نخسر قداش من صندوق أما بطبيع صندوق ومنظرهم أحسن أما والله حتى الكاردونات كان جيتا قبل قميش مزيين وتبدأ قميش هيكا ما نعرش حاجة مزيينة وفين وهكا نتصورها تطلع مزيينة على الأخر الفكرة كان عجبتكم جرباها وكل عادة بعثولي وريولي تصاور كان عملتها كما هيكا معناها بالكاردونات ما حاولوا أنكم تعملوا بقميش يكون مزيين مش كي ما عملتاني اني ردني والله مزروبة ومنقيتش باش نعملهم وليتها كي على أقل اخترت انهم يكونوا ألوانهم كل في الروس آخر مرحلة عندي هي لمحارم أكثر حاجة نكرهها نكره طويينها هي لمحارم خاطرهم صغار ونفيد منهم شا عملت وليت حتى هما باش نظمهم في صنادق باش يبدأوا ديما منظمي باش ناخوك صندوق كاي لبيض صغير والله يحقرتو وهو ما شاء الله قدش هزلي باش نحط فيه لمحارم قلت قلي نستعملهم ديما خاطر مع التصوير وكل شي نستعمل ياسي لمحارم قبل كنت هاني ما نخرجش معناه لمحارما نلبسها كين كيف نطلع مرة في الجمعة مرتين اما توليت لمحارما ما عرفت ومنحها كان في الليلة كهو حطيت لمحارما اللي نستعملهم ديما والاخرين اللي في الصندوق لبيض حطيت لمحارما اللي مش ديما نلبسهم يعني اصلا نحب ديما الالوان هذو ما كالبيج مارون المتارد المتارد هاكم الالوان اللي يعجبوني ونوارد ذاكا الاهم لون بالنسبة لي شفتو حقرتو هذية كاردونا بتاع العصير صغيرة راهي ورفعت ما رفعت قاعدة نحط ونقول شخص كان جاءوا ثلاثة ولا اربع منها تبدأ محلاهم ينظموني للمحارما الكل ما زالوا عندي محارما اخرين اما هذوكم المحارما عرفتو كل متعصيف ومنستعملهم مش معناه الوقت توق حطيت كان المحارما اللي نستعملهم في الوقت متعشتي واربيع وكل محارما اخرين متعصيف ما مخبيتهم في الكوافيز حطيتها كوما جيبا قدلكم من استعمال مجيما والاخرين حطيتهم مكاك ومازالت رفعتو مازالت نحطو مازالت رفع هذه سواريه لقيتها طايحة وليت حطيتها غادي شوفوا محليهم محليه الصندوق والله العظيم هذا بيه اللي نمسه ولن نمد منه محليه بالحق اكهو كملت حطيت الصندوق السندق غادي وفرشت لها الموف خاطر ما رقيت شنو بش نفرشو ما عادش عندي دونتيل كما شفتو ريتو الفازة هذي كان متع الدونتيل اخطيتها من الناب هاكا الغليف هاكا الموف كما ريتو كان جيت على طول اللوحة بالحق تجي مضخمة على الاخر عندي روبا لقيتها مش شيدة بلاسطة في المعلاق واللي تعلقتها وكهو اضوكم السندق الصغار باش نحط فيهم البونيات اني لما حالا منستعملش بوني اما حطيتهم غادي عندي كعبة ولا اثنين ومن بعد قلت نبدلهم نحط فيهم المكياج احسن اكا هاو وهيكا كملت نظمة المارو بالحق ما تتصوروش قديش محلية الاحساس كي تلقى دبشة كمنظم وخاصة كي تعمل هيكا منظمية تحس ديت الدنيا تتنظم اكثر لبش هيكر محلية هم زي دا منظمينه كيك ولهن هيكا كي ما قطلكم حطيت له سراول فتاق واحده والتريكوات وحدهم وكا هاو هيكا كملت المارو وكملت اهم مهمة عندي في الدار والله وبالنسبة للمارو من الفوق ذاكا حاطي فيه الفروشة متاعي اللي نستعملها بالفرشة بتنتاع الدار العبين وكل الفروشة وكل شي والكواتيت وكل حاطيتهم من فوق منظمين هاكوما جدا منمسهم من العام العام عنا ديما منظمين هكا هاو بتاو بش نكمل الناحي الزرابي ونعمل للمة للبيت النوم ونمسحها وهكا كان الروتينة بتاعنا لليوم وهكا كان نهارنا لليوم ان شاء الله حتى نظمها تتشجعوا البي رح عملنا مبعضنا بيت صغار ونظمنا بشة متاحة ونظمنا الديكور متاحة وكل شي واليوم كملنا بيت نومنا وان شاء الله كل نهار نعمل مبعضنا حويجة وهيكا احسن والله نتليهاو بالبيت بالبيت البيت نمشيه منظمين احسن من انك كل بيت تعمل فيها حاجة بطبيع عني بعد ما كملت مسحة البيت وكل كملت ركحت الكوافيز عندي وكملت ركحت المكياج وريتوك السنادة اللي قلقتلكم مش نحط فيهم البنيات حطيت فيهم المكياج وكملت افرشت البيت وهيكا نوصل بكم لاخر الفيديو ان شاء الله الفيديو اليوم اعجبكم وعطاكم هيكا شحنة وطاقة حتى انتم تقوموا للاجلسة متاعكم للمارو وتنظموكم هيكا وتستمتعوا بالراحة والشعور اللي انا حسبيه او الحق محليه النظام ومحليه كي تبدأ دارك منظمة تزيدة تحبها اكثر واكثر بديك انتي تخلي دارك جنة والله العظيم وان هيكا نوصل بكم لاخر الفيديو نحبكم برشة برشة نس الكل وبسلامة اشتركوا في القناة